الاتنين شخصيتين عندهم اضطراب الشخصية النرجسية اتنين عندهم هاجر وجزب انتخاليتها عندهم اضطراب شخصية النرجسية انهم عايزين يعيشوا حالة مش حالتهم عايزين يحسوا بالايتمام يحسوا بالرغبة يحسوا بقصة حب وهمية مزيفة بس انا احس ان انا مرغوب فيه بس ليه وهمية مزيفة ما حصلت على فكرة في مجتمعنا وفيش واحد في المية انه يكون بيحبها مثلا الحب احساس جميل بس لما يتبني يا سالي على علاقة صح مية في المية يعني بمعنى انت بتقرب من قريبة مراتك وعملت لها كلام حلو خليك جنبي وقربي مني متبقى ديش عني وتجوزي وخليفي طب مهام مراتك قاعدة جنبك الناحية التانية في البيت تسمع كلام حلو منين مراتك ايه ان مراتك ده نظمي نايم على اودان يعني ايه مرات اخوها هي تسمع كلام حلو منين ما تسمعش ازاي ما خدتش بالها ازاي مرات اخوها تيجي هي اللي تقول لها خلي بالك من البنت دي شكلها مش تمام على هاجر تمام بس القصة كلها ايه بقى حس الانسة فين ايه مفيش ايه شكلها قرول الاستشعار فين يا مدام واضح ان مراته غلبانة زيادة عن اللزوم ولما قال لها ان انا بعتبر هاجر دي اختي وان هي قريبة مني ان انا مثلا اخواته بنتكلم عادي فهي صدقت لدرجة كمان يعني كمان مراته بسزاجتها الطيبة راحت لما حست ان فيه فطور في العلاقة ما بينها وما بينجوزها راحت تشتكي الهاجر تقول لها ده ما هيبقى فيه ثقة انا صعبانة عليها قوي صعبانة عليها قوي دي ثقة حمياء ثقة للأزفة انا بدي الثقة هيزي قدرت تخش البيت تاني هيزي قدرت تكلمة تاني هيزي ما متقومش ببص في المراية تكره نفسها واتنام تاني ما انا قلتلك ان هاجر عندها اطراف الشخصية